وإلى البرصة المصرية مشاهدين التي أنهت التعاملات ذلك على تراجع جماعي للمشارات بضغوط من مبيعات المتعاملين الأجانب بينما مال التعاملات العرب والمصريين نحو الشراء نتحول إلى المؤشرات حيث تراجع مؤشر EGX 30 بنسبة بلغة 3.63 في المئة ليغلق عند مستوى 10.890 نقطة فيما انخفض أيضا مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX 70 بنسبة بلغة 9.2% من مئة في المئة ليغلق عند مستوى 1774 نقطة تراجع أيضا أصاب مؤشر EGX 100 بنسبة بلغة 7.28% ليغلق عند مستوى 2720 نقطة إلى أسواق العملات حيث تباينت أسعار العملات أمام القنيه المصري نبدأ بيئة دولار الأمريكي الذي يسجل 15 جنيه 66 قرشا لأشراء مقابل 15 جنيه 75 قرشا لألبيع فيما يسجل اليورو 17 جنيه 50 قرشا لأشراء مقابل 17 جنيه 62 قرشا لألبيع فيما وصل الجنيه الاسترليني إلى 21 جنيه لأشراء مقابل 21 جنيه 14 قرشا للأشراء هذا فيما لوصل بيئة العملات الأجنبية إلى العمرات العربية الدرهم الإماراتي يسجل أربعة جنيه 26 قرشا لأشراء مقابل أربعة جنيه 29 قرشا لألبيع ريال السعودية يسجل أربعة جنيه 17 قرشا لأشراء مقابل أربعة جنيه 20 قرشا لألبيع إلى أسواق المعادن النفيثة حيث صاعدت أسعار الذهب بحوالي 27 جنيه في أسوق المصري ذلك عقب ارتفاع سعر الذهب عالميا إلى مستويات 1966 دولار وذلك بسبب طبعا الهجوم الروسي على أوكرانيا على الصعيد المحلي يسجل الذهب عيار 18 737 جنيه للجرام فيما يسجل الذهب عيار 21 نحو 860 جنيه للجرام الواحد فيما يسجل الذهب عيار أربعة وعشرين تسعمائة اثنين وثمانين جنيه فيما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 6 880 جنيه إلى أسواق البترول العالمي حيث ارتفعت أسعار النفط بسبب أيضا الهجوم الروسي على أوكرانيا الذي دفع الأسعار إلى تجاوز حاجز المائة دولار للبرميل وذلك للمرة الأولى منذ العام 2014 ارتفع مزيج برينت إلى 8.76 في المائة ليصل إلى 105.28 دولار في 2014 سعر برميل الخام الأمريكي بنسبة بلغت 8.59 في المائة ليصل إلى تقريبا 100 دولار